في هذا الفيديو تتمرنون على تحويل الكسر الحقيقي إلى كسر عشري اكتبوا 21 على 60 بصيغة كسر عشري لحل التمرين عليكم كتابة الكسر بحيث يكون مقامه يساوي 100 ثم تكتبونه على شكل كسر عشري تعلمتم سابقاً أنه بإمكانكم كتابة كسر مساوي لكسر الأصلي إذا ضربتم البصة والمقام في عدد ما وكذلك إذا قسمتم البصة والمقام على عدد معين المهم أن يكون العدد الذي تضربون فيه أو تقسمون عليه نفسه في البصة والمقام تعرفون أن 21 يقبل القسمة على ثلاثة وسبعة وواحد وستون يقبل القسمة على ثلاثة ولا يقبل القسمة على سبعة أو واحد وعشرون إذن اقسموا البصة والمقام على ثلاثة لأنه عامل مشترك واحد وعشرون تقسيم ثلاثة يساوي سبعة وستون تقسيم ثلاثة يساوي عشرون هذا يعني أن واحد وعشرون على ستون يساوي سبعة على عشرون عندما تكتبون الكسر بهذا الشكل يصبح تحويله إلى كسر عشري أسهل لأنه من السهل تحويل عشرون في المقام إلى مئة اضربوا المقام في عشرون ثم اضربوا البصة في خمسة أيضا حتى لا تتغير قيمة الكسر يصبح الكسر خمسة وثلاثون على مئة هكذا تكونون قد نجحتم في كتابة الكسر على شكل أجزاء من المئة لأن المقام يساوي مئة بقي أن تكتبوا الكسر بصيغة كسر عشري تذكروا أنه عند كتابة الكسر العشري يكون الصفر هذا قبل الفاصلة في منزلة الآحد والمنزلة الأولى بعد الفاصلة هي منزلة العشرات والمنزلة التي تليها منزلة الجزء من المئة إذن خمسة وثلاثون على مئة يساوي صفر فاصلة ثلاثة خمسة ثلاثة في منزلة الأعشار وخمسة في منزلة الجزء من المئة تعلمون أن ثلاثة أعشار تساوي ثلاثون جزء من المئة لهذا فإن الكسر العشري هذا هو خمسة وثلاثون جزء من المئة فكروا في المسألة بطريقة أخرى يمكنكم كتابة هذا الكسر كما يلي ثلاثون على مئة زائد خمسة على مئة إذا أردتم كتابة الكسر هذا بحيث يكون المقام يساوي عشرة اقسموا البسطة والمقام على عشرة يصبح لديكم ثلاثة على عشرة زائد خمسة على مئة قارنوا النتيجة مع الكسر العشري هذا يمثل ثلاثة أعشار زائد خمسة على مئة ويساوي خمسة وثلاثون على مئة هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية التمرين ترجمة نانسي قنقر